نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة حول انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم بين أعضائها أطباء يقومون باستدراج الأطفال واختطافهم لبي أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية وأضاف المركز الإعلامي أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا إدعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة مناشدنا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات